بقول لحضراتكو انه الفترة الجاية بعد غزوته في رأس الحكمة كامل الوزير سيتوجه مباشرة الى مدينة بورسعيد عشان يروح يبلطج على اهالي ضحية الجميل اللي بيعانوا نفس المعاناة بتاعت اهالي رأس الحكمة بل يمكن اسوأ شوية اللي حصل في ضحية الجميل الحقيقة ان الشرطة بدأت تروح تهد البيوت ويخرجوا الولاد اللي فيها او الناس اللي فيها بالعافية ما بين الاحتلال الاسرائيلي والنظام المصري كثير من المتشابهات فيما يتعلق بمخططات التهجير تعال نشوف كده اللي بيحصل في قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين واللي بيحصل من النظام المصري تجاه ابناء الشعب المصري من اهالي ضحية الجميل في بورسعيد في قطاع غزة هنلاقي انهم بيطردوا الاهالي من بيوتهم وفي ضحية الجميل بيطردوا الاهالي من بيوتهم قصرا في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي هدم المنازل كليا بالجرفات في مصر السيسي هدم المنازل كليا بالجرفات في قطاع غزة طرد الاحتلال الاسرائيلي الاهالي للنزوح بالعراء ونفس الامر تكرر في ضحيات الجميل في مصر من قبل نظام السيسي في قطاع غزة اصحاب الارض بدأوا يشربوا من البحر وفي ضحية الجميل للأسف تحت ظل حكم الرئيس سيء الذكر عبدالفتاح سعيد السيسي اصحاب الارض بيشربوا من البحر في قطاع غزة المنازل مملوكة لأهلها بوثائق رسمية وهو نفس الحال لأهالي ضحيات الجميل من ابناء الشعب المصري نكمل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة يمارس القمع والاعتقال والقتل لأي فلسطيني يتمسك ببيته النظام العسكري في مصر بقيادة السيسي يمارس القمع والاعتقال لأي مصري يتمسك ببيته في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي يتعلل في ممارسة هذه الجرائم بحجة أنها عملية عسكرية ضد حماس وفي ضحيات الجميل نظام السيسي بيتحجج بارتكاب هذه الجرائم بحجة أن هناك أغراض استثمارية الهدف أو الطموح الاسرائيلي هو إقامة مستوطنات والهدف أو الطموح السيساوي هو إقامة منتجعات الاحتلال الاسرائيلي يرتكب هذه الجرائم بقيادة بن يمين نتنياهو والنظام المصري يرتكب هذه الجرائم بقيادة سيء الذكر عبد الفتاح السيسي دي مقارنة الحقيقة أنا بشكر فري الأداد عليها لأن الحاجات دي هي اللي بتعلق مع الناس أحيانا بنبقى بنبص الغزة وبنقول إزاي بيحصل فيهم كده وإحنا مش واخدين بالنا أن إحنا بيحصل فينا كده إحنا المصريين الشعب المصري إخواتك اللي بورسعيد لو أنت في اسمعالية ولا في السويس ولا في ضميات فهم قريبين منك بيتعمل فيهم نفس الاحتلال الاسرائيلي بيعمله في قطاعها وأنا جبت لك المقارنة بالجدول سطر بسطر بند وصد بند خطوة بخطوة عشان تعرف أن عبد الفتاح السيسي لا يختلف كثيرا عن بنيمين نتنياهو الفرق الوحيد أن ده محتل إسرائيلي صهيوني بيقتل أبناء الشعب الفلسطيني وبيحتل أرضهم والتاني ده المفروض أنه مصري المفروض أنه رئيس مصري بيعمل الكلام ده ضد أبناء شعبه فبس عشان نبقى عارفين عبد الفتاح السيسي وصلنا لفين ضحايا التهجير في عهد عبد الفتاح السيسي والبلطجي المفضل بتاعه كامل الوزير هنلاقي في ضحايا الجميل في بورسعيد في ميناء العريش في سيناء جزيرتي القرصاية والذهب في القاهرة ونزلة السمان في هضبة الأهرامات وجزيرة أمون وقلادة في أسوان جزيرة الوراء في الجيزة مثلث مسبيرو في القاهرة وقرى رفح والشيخ زويد في شمال سيناء وأخيرا رأس الحكمة في مطروح ده اللي بيعمله السيسي يا جماعة وده اللي بتعمله فلوس الإمارات لو هي استثمارات فالمفترض أن الناس ما تتإزيش المفترض أن الناس تفضل عايش حياتها عادي لكن هي زي ما دي دابريو قالت هي خطة لإنقاذ الرجل ده من أنه يفشل لأن مصالح الدول الخليجية مش مصلحتك أنت ولا مصلحة ولادك ولا مصلحة عائلتك لكن مصالحهم هما وأن ترتهن مصر وقرارها السيادي لفلوس الخليج